ثاني هي أشد حنانا ورحمة وعطفا وهذا ربما يدعو الولد إلى التساهل في بر أمه بذلك جاءت الشريعة المطهرة مشددة على هذا المعنى معنى أن الأم أحق بالبر ومن الأب أختم أيها الأحبة طبعا إذا أردنا أن نستقصي هذا الموضوع فنحن بحاجة إلى خطب كثيرة ولكن أكتفي بهذا وبذكر ما ذكرت ولعلها أن تكون ذكرة لنفسي وللحاضرين أختم بذكر بعض ثمرات وآثار البر طبعا ثمرات بر الوالدين كثيرة لا تعد ولا تحصب الله ولكن أقتصر على ذكر ثمرتين في الدنيا ينالهم البار وثمرتين في الآخرة أما في الدنيا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على رسول الله قال وهذا أمر مجرب ومشاهد قال من سره أن يمد له في عمره إطالة العمر وينسأ له في أثره أن يذكر بالخير بعد موته ويزاد له في رزقه كلنا نسر بهذا قال فليبر والديه فليبر والديه وليصل رحمه إطالة العمر الذكر الحسني بين الناس وكذلك زيادة الرزق والله هذا شيء مجرب الأمر الثاني والثمرات الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا تعفوا نساؤكم عفوا عن الحرام وعن مقدماته وأسبابه تعفوا نساؤكم أيضا عن الحرام وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم هذه ثمرة في الدنيا أن يكرمك الله بأولاد بررة أن يكرمك الله بأولاد صالحين يحسنون إليك يتنافسون في خدمتك وطاعتك والإحسان إليك بر والديك يهيئ الله لك أولادا بررة والله هذا شيء مشاعد البر دين البر دين كما أن العقوق دين كما أن العقوق دين لا أنسى ذلك اليوم الذي حدثني فيه جدي رحمه الله وكان مؤذنا في مسجد قريب منها هنا قال لي خرجنا بعد صلاة العصر من مسجد الحنابلة وإذا برجلين قد جعل أو الناس مجتمعين شوفي شاب جلب قوي قد جعل رجلا تحت قدمه جعل قدمه على عنقه وأمسك قضيبا من خشب يضرب به رأس هذا الرجل بالسؤال هذا الرجل الشاب هو ولد ذلك الرجل الذي في الأرض قال لي جدي نظرت إلى هذا المنظر فاقشعر بدني وأخذتني يعني خوف شديد وجلست أبكي لما بكيت قال والله ثم والله ثم والله حلف أيمانا ثلاثة لقد رأيت هذا الرجل الذي في الأرض قبل ثلاثين سنة قد جعل أباه تحت رجله وبنفس المكان أمام فيجة الحنابل الذي يعرف نيك المكان بنفس المكان جعل أباه تحت رجله وكان قد أمسك بيده يعني شيئا يضرب به على رأسه قال لي بعد ثلاثين سنة تكرر هذا المشهد أمام عيني وبنفس المكان البر دين والعقوق دين بر آباءكم تبركم أبناؤكم إذن في الدنيا يزاد لك في رزقك ينسأ لك في أثرك يطال لك في عمرك وكذلك تبرك أولادك وأما في الآخرة فأهم ثمار البر أن يكفر الله عنك خطاياك لذلك تواترت هذه الكلمة ونسبت إلى سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله قال بر الوالدين كفارة الكبائر بر الوالدين كفارة الكبائر يشهد لهذا أحاديث كثيرة ومنها أن رجلا جاء لابن عمر رضي الله عنه وقال أنه قتل نفسا فهل له من توبة يريد شيء يكفر عنه قتل نفس ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما هل لي من توبة هل لي من كفارة نادم فقال ألك أم قال لا ألك أب قال نعم قال اذهب فبره وأحسن إليه ثم ول الرجل فقيل لابن عمر لماذا سألته عن أمه قال لو كانت أمه حية فبرها لرجوت أن لا تطعمه النار أبدا لو كانت أمه في الحياة وبرها لرجوت أن لا تطعمه النار أبدا بر الوالدين كفارة الكبائر والثمرة الثانية في الآخرة أن بر الوالدين يقودك إلى دخول الجنة صعدا صلى الله عليه وآله وسلم من بره الشريف عند الدرجة الأولى قال آمين عند الثانية قال آمين عند الثالثة قال آمين لما قلت ذلك يا رسول الله قال أتاني جبريل عند الدرجة الأولى فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعيس عبد وخاب وخسير أدركه رمضان ولم تغفر ذنوبه اللهم أبلغنا شهر رمضان وأكرمنا بالمغفرة فقلت آمين جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين وعند الدرجة الثانية أتاني فقال يا محمد تعيس عبد وخاب وخسر أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقلت آمين أي ببركة برهما وخدمتهما وطاعتهما فقلت آمين وعند الدرجة الثالثة قال جبريل يا محمد تعيس عبد وخاب عبد وخسر عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم فقلت آمين لذلك قال العلماء ومنهم الإمام النووي ويندب لمن ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أو سميعه أن يرفع صوته بالصلاة والسلام علي اللهم صلي وسلم وبارك عليه لأن الله يصلي عليك عشر مرات بصلاتك على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة لو أردنا أن نستقصي ونعطي هذا الموضوع حقه لطالنا بنا الأمد وأقول لمن مات أبواه لأن صاروا أبوي في دار الآخرة أخوانا الشباب اللي أعادين هناك لمن مات أبواه أقول هل بقي شيء من البر يبر به به العبد أبويه بعد موتهما أذكر لكم مثالا واحدا في الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم إن العبد يكون في الجنة إن العبد أي بعد موته يكون في الجنة فترفع درجته فيها فعقول درجته فيقول أي ربي أن لي هذا لماذا رفعت درجتي فيقول الله عز وجل إن ولدك في الدنيا قد استغفر لك إن ولدك في الدنيا قد استغفر لك كم من الخير تقدمه لوالديك بعد موتهما حينما تستغفر لهما وكم هو ذلك الجحود أن تستطيع أن ترفع درجة والديك في الجنة ولا تفعل ذلك أضعف الإيمان أن تذكرهما عند كل صلاة أن يشكر لي ولوالديك مع كل صلاة أن تقول ربي اغفر لي ولوالديك ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخطبة يعني سببا في زيادة بر الأبرار لوالديهم وأن تكون سببا أيضا في رجوع المقصرين في معاملتهم مع والديهم إلى جادة الحق والصواب وأن يعودوا إلى كمال البر والرضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده البرارة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي